اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين وأنا ألتقيكم في علاقة جديدة برنامجكم عشر سكايب حديث عراقي في هذه الحلقة والحلقة التي تليها سأتكلم عن موضوع يهم ربما يهم كل أهل العراق بالتأكيد يهم أهل العراقي جميعا والموضوع اللي يتعلق بصحة العراقيين وهم يواجهون وباء كورونا يوم الجمع الماضي قالت منظمة الصحة العالمية أن العالم بالنص قالت أن العالم دخل مرحلة خطيرة من جائحة كورونا الفيروس يواصل التفشي سريعا ويبقى مميتا ولا يزال غالبية الناس أرض له هذا التحذير اللي أطلقته من نظمة الصحة العالمية لم تطلق تحذيرا مثله منذ بدء تفشي كورونا قبل أكثر من خمس أشهر ربما لم تطلق مثل هذا التحذير لكن اليوم أطلقت مثل هذا التحذير بعد أن شهدت أن الناس بدأت تتحرر من كثير من القيود بعد أن شهدت بأنه ارتفاع عدد الإصابات في العالم وبالذات في منطقة الشرق وهو العراق من ضمنها بدأ يزداد كثيرا العراق اليوم يسجل أكثر من ألف وخمسمائة حالة مع تدني عدد الفحوصات يعني العراق يفحص يمكن ربما عشر تالاف فحص في اليوم وهذا قليل جدا مقارنة بعدد السكان نسبة السكان إلى نسبة السكان قليل جدا لا يساوي أقل من واحد أقل من نصف واحد بالمئة من عدد السكان العراق البالغ 40 مليون نسم مثل ما تقول وزارة التخطر يقول كل المسؤولين في هذه الحكومات وأحزاب السلطة فبالتالي هذه الفحوصات التي أجرتها وزارة الصحة منذ بداية ظهور فيروس كورونا في العراق لقاية اليوم أكثر من ثلاثة أشهر ربما أجرتها بعض الدول في يوم واحد أو يومين الآن على سبيب المثال في تركيا تجري أربعين ألف حالة فحص أو أكثر ربما باليوم الواحد في العراق ما زالوا يحاولون أن يجتازون يعني عتبة العشرة آلاف فحص في اليوم وهذا حالة خطيرة جدا جدا الوضع في العراق خطير الفيروس ينتشر بشكل كبير الإجراءات في مواجهة هذا الفيروس لا تعني شيئا مطلقا لأنها قاصرة وغير قادرة أن تلبي تلبي الحد الذي يوقف هذا الفيروس الحقيقة ربما هذا يجعلنا نتحدث عن الواقع الصحي في العراق مؤشر أنديغو ويبلينس هذا أحد المؤشرات المهمة التي تعتمدها الدول التي تعتمدها منظمة الصحة العالمية في قياس الوضع الصحي في الدول هو يغطي 191 دولة في العالم من ضمنها العراق يضع العراق في المرتبة 9 من بين 20 دولة هي ذيل القائمة يعني من بين أسوأ دول العالم العراق من بين أسوأ 20 دولة في العالم العراق يحتل المرتبة 9 في تقديم الخدمات الصحية لمواطني هذه كارثة كبيرة بعد أن كان العراق يعني واحد من الودان المتميزة في الشرق الأوسط ربما واحد من أفضل الأنظمة الصحية في الشرق الأوسط بشهادة ونظمة الصحة العالمية رغم أنه فترة الحصارة هذه اللي بدأت بالتسعين وانتهت باحتلال العراق كانت ضارحة على الصحة العراقية ضارحة على الأدوية والمعدات الصحية لكن مع ذلك كان الوضع الصحي أفضل بكثير مما نحن عليه اليوم بيانات منظمة الصحة العالمية أيضا تظهر أن العراق أنفقة في السنوات العشرة الماضية أموالا أقل بكثير على الرعاية الصحية من أفقر الدول في العالم وهذه كارثة أخرى أيضا وهذا تدلل على النظرة الدونية للمواطن العراقي ونظرة الدونية من قبل السلطة لصحة المواطن العراقي وحياة المواطن العراقي كمثال هي تورد رقم-161 دولار تمفقها الدولة سنويا على الفرد العراقي بمعدلة 13 دولار لاحظت المبلغ المتدني 13 دولار بالشهر تصرف على صحة المواطن في حين أن دول فقيرة قريبة مننا مثلا الأردن دولة فقيرة قياساً بالعراق ولا تمتلك موارد خصصة 304 دولار بالسنة تصرف على صحة الفرد الواحد في لبنان البلد المنهار اقتصادية مع ذلك خصص 649 دولار للفرد الواحد ولاحظ نحن 161 دولار فقط عندما تراجع التخصيصات الموازنة على الأقل في العام الماضي ستجد أن حجم الموازنة كانت 106 مليار دولار و 500 مليون دولار من هذا المبلغ الكبير لم يخصص إلا 2.5% بالمئة من هذا المبلغ الكبير لوزارة الصحة فيما خصصت 18% و 120% و 21% لأجهزة أمنية وأجهزة عسكرية وبالإشياوية لم تزد العراق إلا خراباً ودماراً وفضى لاحظ الكارثة الكبيرة فبالتالي الوضع الصحي القطاع الصحي في العراق مهمل بشكل كبير جداً جداً وهذا قبل تفشي فيروس كورونا هذا ليس لها علاقة بفايروس كورونا يعني ربما جاء فيروس كورونا ليكشف هذا الواقع بشكل مأساوي وكارثي خلال 17 سنة التي مضت لم تبنى مستشفى واحدة في العراق راون كل هذه الأموال الكبيرة ترك العراق بهذا الشكل الصرف الصحي منهار البنة التحتية منهارة كل هذه أثرت على صحة المواطن العراقي مستشفيات عامة غير موجودة تحت إدارة الدولة وأطلباء من الدولة لذلك اتجاه للتعويض إلى القطاع الخاص والقطاع الخاص المواطن العراقي لا يستطيع الذهاب إلى القطاع الخاص لأن القطاع الخاص مبالغ الخدمات الصحية فيها عالية جداً جداً لذلك فضل من لديه أموال أو من استطاع أن يبيع بيته، سيارته، أثاثه لعلاج بريض معين السفر إلى الخارج وبمناسبة السفر إلى الخارج أقرأ بعض الإحصائيات الغريبة عجيبة مع الأسف الشديد في عام 2018 قبل عامين حجم الأموال التي صرفت من العراقيين للصحة يعني العمليات وغيرها للرعاية الصحية في الهند صرفوا 500 مليون دولار نصف مليار دولار صرفوا بأهل العراق في الهند الحكومة الهندية أصدرت 50 ألف فيزة صحية للعراقيين وهذه كارثة الحقيقة عدد الدول الأخرى طبعاً الكثيرة ربما هذا يعني واحد من الأمور المهمة الكثير المنتخصصين يتحدثون عن أنه أسباب هذا الانهيار يعود إلى التخصيصات إلى الإهمال الكبير من قبل الدولة القطاع الصحي عدم تخصيص الأموال الكافية له وعدم تخصيص الرعاية الكاملة له الفساد المالي والإداري سوء إدارة الموارد التحرر بالوظيفة الكوادر الطبية تراجع الصناعة الدوائية اعتماد وزارة الصحة والدولة كلها على استيرادات خاصة ومن دول معينة عدم وجود رقابة على الأدوية هذا كله أدى إلى كارثة كبيرة في الواقع الصحي العراقي سنكمل هذا الحديث في الحلقة القادمة هذا ما يسمح بها وقت هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة ربما سنتحدث عن أرقام وواقع أكثر إيلاما إلى ذلك الحين أترككم برعاية الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة